اشتركوا في القناة ما هيكون في فيديو مخصوص للريزولف ومديو مخصوص وفيديو بالأصح مخصوص للإنسپاريشن نخش على الساوسري طبعا الساوسري كتري هتكون دايما انت بذات اذا كنت ميدلينر او أساسن او كاستر حيث بين تختار والأفكار فيهم متقاربة من بعض كلها يعني اكثر بيرس دامج او دامج بسرعة الساوسري اكثر ايش نسميها ability damage يعني يمكن الاميشن يفيدك في الواتو التاكس زيادة برضو بس في الساوسري تعتمد على الاميشن ثلاثة اربعة الماجس هيدخلوا تحت الساوسري اكثر مما هيدخلوا تحت الاميشن ثلاثة اربعة الاساسن هيدخلوا تحت الاميشن طبعا يعتمد اذا كان هي دي هيكون اكثر إذا كان اي بي حيكون ما بين بكل الحالات الفكرة في السوسري إنه تديك empowered abilities and resource manipulation يعني ability زيادة أو الدامج حق الابلتيز زيادة أو الدامج حق الشيلدات زيادة ما يفرق إيش نوع الابلتيز مش اردامج يعني زي سامون ايري لما هتكلم عنها بعد شوية هتلاقي إنه والله تديك شيلد و resource manipulation او اكتر مانا هنا اكتر من انه برضو هنشوفها في السوسري تري اسم هلنخش على السوسري تري على طول هنلاقي اللاين الاول زي ما تكلمناش كل تري لما تكون الخطة الاساسية مش الخطة التانية وحيكون عندك فيه اربع رونز تقدير تختارها الصفة الاول هيكون اللي هي الكي ستونز في الحالة هاته السامون ايري اركين كومت وفيز رش وبعدين ثلاثة رونز ان كانت ميجر ولا غريتر ولا رونز عادية السامون ايري خلينا نشوف الناينز حقتها السامون ايري ايش تسوي يور اتاكس ان يور ابليتيز ساند ايري ام اللي لاحظنا او اللي لاحظته طبعا بعد مسلا ايري سيرسي انه مو بس الاتاكس والابليتيز اي تريجر اي ضط اي نوع من انواع الدامج يرسل ايري يعني مسلا لو انت سنجت والبويزن حقه كنت ماشي في الارض احد مشي فوقه ايري برضو ممكن تروح عليه ام لو كان سويت اوتو اتاك حتروح لو كان سويت ابليتي حتروح يعني ما يفرق ايش نوع الدامج اللي حتسويه ايري حتروح الفكرة في سامون ايري انها مع كل ضربة تضربها لشخص حيروح الحيوان هذا اللي يسموه سامون ايري ام يضرب بعدك ضربها الضربة هذي حتروح مع بين اشرين لستين بيستون ليبل على حسب الليبل حقك ام واذا كان ام طبعا يزيد الدامج حقها الدامج حقها مو مرة كثير بس انت تخيلها انه بعد ما تسوي ابليتي تسوي الكيو حقتك والكيو تسوي خمسين بعدها على طول ببلاش تسوي عشرين والحلو في سامون ايري مية في المية تضرب الشخص اللي رايحت له هذي الفرق بينها وبينها كوميت والكوميت تروح في نفس المنطقة اللي ضربت فيها سامون ايري تروح تضرب العدم اللي ضربته فمرة ريلايبل او مرة ريلايبل هي الكلمة اللي بدور عليها انه صعب مو صعب مستحيل تخطأ مستحيل ما تصيب هتصيب دايما اوكي الفكرة في سامون ايري برضو الموضوع التاني انه لو سويت اي هيل ولا الشيلد ولا مساندة الواحد من اصحابك هتروح برضو سامون ايري علي هتسوي له شيلد فمن يوم ما قالوا انها فيها شيلد انا من وجهة نظري طبعا تنفع السابورت اكثر مما انها تنفع في الميجز او الكاسترز اللي في الميت طبعا كفكرة عامة انا سامون ايري تنفع على اي كاستر في الجيم لعبناها في جن وبنسفورشن بوت لانهم كاستر اي دي سيز ما يتمدوا على الوطه التاكس كل الميت اللي هم يتمدوا على الابليتيز تزبط عليهم مرة كويس كل السابورت اللي هم يتمدوا على الابليتيز ويتملوا على بوك اكثر من الابليتيز طبعا يتمد انواع البوك هنتكلم ايش الفرق بين سامون ايري واركين كومت ومتى تستخدم هذي ومتى تستخدم هذي حاليا في الباتش هذا سامون ايري الدامج حقها والاداء حقها احسن كثير من اركين كومت بس هنشوف في تفرقة بعدين بالذات مع الباتش الجديدة الباتش الجديدة اللي هو 7.23 سامون ايري صار لها نيرف مرة كبير في احتمال هنشوف اركين كومت في الحالات المزبوطة حقتها يعني في الحالات المفروضة اللي هي بدل اركين بدل سامون ايري اكثر في كل الحالات سامون ايري حاليا مرة كويسة على الثلاثة اربعة الشامبينز اللي يتمدوا عليك لو انت بوك شامبين لو انت سابورت بوك لو انت كاستر اي دي سي لو انت ميج في الميد ممكن ميج توب برضو شفت مرة كثير عليك جيس حتى بيلعبها مع انه جيس هو افضل شامبين اللي لعبها ما هي مرة اوبتيمال عليه بس شفناها عليه وتنفى والدامج حقها مرة حلو تدروا الضربة ايري تكمل ايري تكمل الدامج اللي بعده وبعد كده عندنا الاركين كوميت فكرة الاركين كوميت قريبة من فكرة سامونيري الفكرة انه لو ضربت واحد ضروري انه الفرق هنا بس بابلتيس الاركين كوميت ما يشتغل بالتاكس العايدية يشتغل بالابلتيس هيترمي طبعا لو يعني ميم ما تضرب هيترمي على نفس المكان اللي نضرب عليه كده كده ينزل كورة من السماء وتضرب نفس المنطقة هذيك طبعا هذا ايش معناه؟ انه هذي ممكن تشرد منها ممكن تسوي لها ميزة عشان كده ما هي ريلايابل زي سامونيري هذي تنفع اكثر مع الشامبيونز اللي هم بوك وعندهم سلو يعني لقس عندها استن الكيو حقتها والدبلو حقتها مرة كويسة زارث في الميد لما ياخد ريلاي اي شامبيون ياخد ريلاي تنفع عليه لانه لما تضرب شامبيونز اللي تسوي له استن اه في فرصة اكبر انه اركين كومت تضربه طبعا والميزة في اركين كومت انه الدامج حقها احسن يعني اعلى دبل تقريبا شوف الدامج هنا من عشرين لستين هنا دامج تلاتين لمية فالدامج حقها الى حد ما دبل الدامج حق سامونيري فلو انت من الشامبيونز اللي عندك يوتيلتي او عندك تسوي سلو ولا استن طبعا بالذات في الميد في الميجز هيكون عندك اركين كومت احسن من سامونيري السابورت سامونيري دايما احسن عليهم عشان اشيلد بالذات السابورت اللي عندهم بوك ويشلدو ام زي سونا سوراكا ام ابغا اقول كارما كارما مرة كويسة بسامونيري احسن من اركين كومت عشانها برضو بوك وعشان دايما الكيو حقتها او مع انه عندها سلو بس الفكرة في سامونيري انها دايما ريلايبل عشان عندها شيلد وعندها هالتاني بس لو ما اخذ زايرة ولا براند اركين كومت احتمال كبير يكون احسن لانه ما في اي نوع من انواع الشيلز اللي ممكن تحطها على تشامبيونز خويك في كل الحالات زي ما اقولنا يا شباب ادابتف دامج ادابتف دامج دايما في شغلات هاتي زي هذه ادابتف دامج تلاتين باسد على لبل اي شيريين بلا 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 طبعا الكولداون حق سامون ايري ماه مكتوب وقال لين ايري كنت بي سنت اقين اوت انتل شيرت Chinese to you يعني ما تضرب مرة ثانية الين ترجع لك ضربت واحد أرسلتها راحتلو لو ضربت دربة ثانية وسامون ايري لسه ما رجعت لك اه حتتضرب يعني ما حتتضرب مرة ثانية لازم ترجع لك بعدين ترجع مرة ثانية ترجع لك بعدين ترجع مرة ثانية فالكولداون حقها مرة كويس وحتى الأركان كومت في الليت جيم الكولداون حقها يزيد يعني ينقص ويصير فايدتها أكبر بس عامة بالنسبة للدامج حقها تسوي لك يعني تجري تستخدمها مرة كل كل ويف كل 20 ثانية كل ويف كل 30 ثانية كل ويف ويف إلا وبالدامج هذا كله يعني مع كل بالعكس الدامج حق الأركان كومت بأحيان أكثر من الدامج اللي تسويه بالعبليتيز حقتك أو مشارط يعني على حسب إذا كنت سابورت يعني زيكز بسامن ايري احتمال كبير أحسن من وعشان زيكز مرة صحب يجيبها إلا إذا كان سوى سلو اللي هي بدأ نضربها بس كمية الدامج اللي يسويه العبليتيز هذه الاثنين مرة عالية حنتكلم على زي ما قلنا الخيارات اللي تنفع لكل الشامبيون أفضل على حسب يعني من وجهة نظري سامن ايري أفضل للسابورت والشامبيونز اللي عندهم واركين كومت أفضل للشامبيونز اللي عندهم ستانز سوري ستانز ولا سلوز يقدر يمي لكس أفضل عليها اكثر من سامن ايري إلا إذا كانت لكس سابورت ممكن عشان تستشيئة تعتمد على تستشيئة تعتمد على تشيئة حقتها في كل الحالات بعد كده عندنا الفيز رش الفيز رش نفس فكرة الستورن رايدر سابقاً يعني غيروها شوية هي أضعف شوية من الستورن رايدر السابقة بس الفكرة فيها إنه نفس الأداء نفرق ضربتو تلاتة أوتو أتاكس أو تلاتة أبليتيز مختلفة لازم تكون تلاتة أبليتيز مختلفة مو نفس الأبليتيز يعني بزيقز ضربتو بكيو دبل يو إي ما حطيت إي وحدة في الأرض وراح طلع فوقها أكل تلاتة مرات دامج تنحسب لا ما تشتغل على مستفورشن لما تتحط الإي حقتك وتنزل تلاتة مرات تسويتك لا لازم سابريت أبليتيز أوكي فأتاكس طبعا هذي الفكرة حقها زي ما قلنا ستورنرايدر تنفع على مين تنفع على رايز كويسة يسبب تلاتة أبليتيز جيلوا مو بمت سبيد كبيرة كان يلعب ستورنرايدر مرة كثير تنفع على ناسوس شفنا ستورنرايدر كثير كان يلعب برضو تنفع على ما بدونها ما أدري يعني شوف كاتبين فيها دوريشن ثلاثة ثواني طبعا ثلاثة ثواني الموفمان سبيد اللي جيك بتشيز مرة كثير كل دانو حقها خمسة عشر ثانية المليز يعني اللي هو يضرب ملي يجيله خمسة وسبعين في المية سلو رزيستنس فور دوريشن يعني قل السلو دوريشن حقه خمسة وسبعين في المية فلو أنت واحد ملي وجالس تجرى وراء واحد وعندك فيز راش تنفى عليه مرة كويسة طبعا إذا تنفى على ناس وسو احتمار كبير تنفى على يوريك لنفس الفكرة حقه الشامبيون فهي الميزة فيها ثلاثة أوتو أتاكس أو ثلاثة أبليتي سابرت طبعا أتاك وأبليتي وأتاك والنت أبلاي والأبلاي صراحة ما أدري يبغى اللي أجربها بس في كل الحالات أي أحد تنفى عليه موفمت سبيد بعد ما يسوي دامج تنفى عليه كويسة سامن أيري ولا أركين كومت عليا صراحة أحسن خيار السكند لاي عندنا الناليفاين أورب عندنا مانا فلو باند وعندنا The Ultimate Hat الناليفاين أورب هادي هكس درينكر بالظبط صغير When you attack When you take magic damage بس يشتغل على magic damage يعني زي الإي حق مورغانا آم آم حطت الهكس درينكر يشبه آم تؤسرت اللفل حطت الهكس درينكر أي magic damage يجيكو لو هلثك أقل من 30% حيجيلك shield يشيل ما بين 40% لـ 120 magic damage فقط فينفع على كل الشامبيونز يعني لو أنت تشامبيون ميد بتلعب ميد وبتلعب زد قدام I don't know سندرا آم ينفع لو أنت AD قدام AP ينفع لو أنت حتى قدام زد لأنه زد الدبل وحقته ممكن يسوي damage AP شوي يعني في كل الحالات آم shield بكل بساطة طالما الهلث حقك أقل من 60% لو الدامج اللي جاك magic damage مش AD damage فضروري لما تأخذها تأخذها قدام واحد يسوي magic damage أو يسوي mix damage طبعا الكل داون حقها 60 ثانية فحط في بالك دايما أنه تستنى الكل داون حقها لو بتسوي all in طالعه لسه on cooldown باقي لها 5 ثمانية 10 ثمانية استناها بعدين خش سوي all in حقها المانا كل 60 ثانية القادمة حيرجع لك المانا حقه كامل لو المانا حقها 100 حيجع لك مين 100 طبعا أو energy cost يعني حتى لو كانت energy يعني تنفع لتشامبيونز اللي عندهم انرجي زي ليسن زي أكالي وشاكلتهم فهذه تقريبا ما نبلاش كل 60 ثانية طبعا الشامبيونز اللي الابريتيز حقتهم الكوست حقها عالي أحسن من الشامبيونز الابريتيز الكوست حقهم واطي يعني مثلا انت أخذتها أنا أعرف كثير فلو أخذتها مثلا على سيفيروس أو سويت كيو 80 أحسن من أني أخذها على على كارثس واسوي ولا على إزريل وسوي كيو 28 ترجع لي 28 فهمين فمانا فلو باند يفضل عشان تستفيد منها أكثر تأخذها على المانا كوست حقته شوية عالية وشي طبيعي يصير تحفظ المانا حقتك زي الناس الوادم وتنتبي متى تستخدم الابريتيز الكبيرة يعني مثلا تلعب الالتي حقتك عشان ما هترجع لك مرة كثير بس لازم تستخدم ها على مرة كويسة أو على حقتها فيبغال تنتبي في الشغلات هذه مشكلة لأنه لو فكيت الالتي هي اللي هتستخدم المانا فلو باند وحترجع لك إياها والمانا كوست حقها مرة لو أخذ كزارث طبعا مرة كويسة مانا مستحيل تطلع من عندك مستحيل طبعا الـ اللي هم ADCs يعني بالنسبة لكاستر ADCs زي سيفر وزي جن مرة تنفع عليهم سكندري طبعا مش برايمري فممكن أخذها في التري الثانية أنا أنا من الناس اللي دائما أضيع المانا حقتي مثلا وعندي مشاكل في المانا أخذها أوكي فحط في التبارك Next Ability مش يعني لازم تستخدم Ability كان مانا ولا Energy وكل 60 ثانية وحترجع لك المانا حقها كامل وحتديك مانا زيادة 8% من المسي مانا حقك لو كان المانا حقك ناقص 500 حط رليع لك 8 من 100 500 اللي هي اش اسمه 40 في الحالة بعد كذا عندنا The Ultimate Your Ultimate Cooldown Is Reduced By 5% من يوم ما تاخد Ultimate حقتك حيقل الCooldown حقها 5% Each time you cast your Ultimate Its cooldown is further reduced by 2% ايش يعني من يوم ما تحط هذي الCooldown حق الR حقك حينزل 5% بعدين كل مرة تستخدم الت حقتك هينقص الCooldown حقها 2% الين 5 برات يعني لو استتكتها مزبوط هينقص الCooldown حق الUltimate حقتك أو حقة من أفضل طبعا مش من أفضل الرونز يعني الأفكت حقها أحسن على الChampions اللي عندهم من بداية الجيم زي كارما ليه كارما صارت مرة قوية اليومين هذي هذي واحد من الأسباب من يوم ما تبدأ الجيم عندها لبل الأربعة عندها عندها الR حقتها موجودة تفكها وهي في الBase أول ما يطلع فكها في الBase تنقص الCooldown 2% ووردي عندك فما ما تخلص الLaning Face إلا وإنت مخلص إلا وإنت مستكك 15% طبعا شخصيات اللي هم يعتمدوا على الR حقتهم مرة كثيرة زي كاسدن زي أم أم والله حتى بغا أقول جيس يعني يستفيدوا منها مرة كثيرة لأنه تنقص لا جيس ليش نبغاها على جيس لا ما نبغاها على جيس جيس أصلا الR حقته توقل فما هي ضرورية نبغاها على يحتاج الالتيميت حقتهم ترجع بسرعة طبعا ممكن على حتى سونا ولا ما أبغا أقول مش بالطالب يعني أنا سونا أفضل عليها المانا فلو بانت أي أحد الالتيميت حقته نبغاها ترجع بسرعة أو أي أحد الالتيميت حقته تنضرب مرة كثير مرة كويسة طبعا إذا كان حتلعب كاسدن أنا حصراحة حورط بين مانا فلو بانت وألتيميت هات ألتيميت هات is the dream مانا فلو هانت بقى إذا كان إنت عندك مشاكل في المانا ماناجمينت وأصرا يعني إذا تجدت استخدم الدولي حقتك مع كاسدن المفروض ما تكون عندك مانا مشاكل مانا بس عامة كاسدن يصرف مانا مرة كثير فإذا ما تبغى مانا ريجن تلعب في بداية الـ game safe لما تجي بالالتي تنفلت على أمهم وحنتكلم على كاسدن بالالتي حقته بالألتيميت هات مع البلد الكامل بطريقة صراحة مرة أرتباء عامة مانا فلو بانت usually is the option to go usually ثلاثة أربع الحالات حنختار هذا عن هدول لأنه هذا situation هذا على حسب champion وهذا على حسب العدم اللي قدامك بعد كذا عندنا transcendence وعندنا celerity وعندنا absolute focus تكروا أسماء ترانسندنس أو code freak أكثر run overrated في القيم لما تشوفها تقول what 10% cdr في level 10 وبعدين cdr زيادة يتحول أي cdr زيادة بعد level 10 يتحول لattack damage أو ability power يعني هو على حسب على حسب شسمه على حسب الدامج طيب حقه طبعا معنى أنه transcendence ما تشتغل إلا level 10 مش دقيقة 10 مرة كبير مرة مشكلة ليش لأنه 3-4 champions في كل الرولات solo laners يوصلوا level 10 اللي هو solo lane اللي حالهم دقيقة ما بين 13 و 15 jungle ما بين 15 يعني 16 17 البوت lane ما بين 17 20 إيش يعني يعني ما أخدها على support إنه الجيم خلص وهي لسه ما اشتغلت فأبدا أبدا أبدا حتى على ADC ما تاخد transcendence يا شباب ليش لأنه ما حتستفيد منها إلا في الدقيقة ما بعد الدقيقة 17 18 في الجيم يعني الجيم أكتر من نصه راح وإنت لسه ما اشتغلت فإذا إنت من التشامبيونز اللي يوصل لي بالعشرة بسرعة بزاة في المد الأير اللي جيم حقك سيء وتبغى لات جيم حقك مرة كويس تاخدها وما تاخدها عشان الـ تاخدها عشان الزيادة عشان الدامج اللي تسوي ه تخفينا اليومين هذا البلد حق زد المتخلف هذا اللي ياخد لك أربعة بلاك كليفر في المد ليه لأنه البلاك كليفر تعطيك CDR الـ CDR بعد العشرة في المية يتحول لـ AD ويصير عندك ويصير عندك CDR مطبيعي ويصير عندك دامج مطبيعي فإذا انت من التشامبيونز اللي ياخد CDR ايتم كتير هذه تنفعك حاليا طبعا أنا أظن والله أعلم أنه لازم يسولها بوف عشان تصير متوازية مع الناس اللي قبل أو يخلوها بنفس الطريقة هذه ويخلوها تعتمد للشامبيونز اللي 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 لعب على CDR لو انت تشامبيون ياخد Spirit Visage وياخد Frozen Heart وياخد في top مثلا وتانك وتاخد كل الأيتم اللي هي تانكي ما تاخد أيتم تانكيز هتعطيك دامج زيادة لو انت مثلا سجواني لو انت مثلا مين top موكاي champion يبني كمية تانكينز وCDR كثيرة هذي تنفعه ليش لانه هذي لانه ببني تانكي في نفس الوقت عشان ال Passive حقها أعطتني دامج ف مفيدة بس لو انت من ال اللي في اللي ما تعتمد على CDR أصلا ما هتاخد العشرة في المية في CDR فما اعتبر هك صلاحة كوي سهالية في كل الحالات بعد كده عندنا سليرتي وسليرتي حاليا أحسن شي في اللين هذا في 3 هذي تعطيك 4% و 8% of your bonus movement speed هيتحول ل AP و AD طبعا 8% of your bonus movement speed هتديك AD مرة قليل لانه bonus ايتم زي زيادة بعد ما تشتري وكذا وهذا يعني ما حجيك الاتنين 3 AD و AP زيادة بالكثير ماهو مرة يفرق كثير بس movement speed بف حقها مرة حلو هتزودك 13 14 15 movement speed بعد ما تشتري وهادي ك ADC ك زي مرة مفيدة مرة مفيدة مفيدة للكل تقريبا يعني على اساس movement speed بف الزيادة اللي ممكن اخذ بعد كده and an absolute focus while above 70% health gain an adaptive bonus of up to 24 attack damage or 40 ability to power based on level absolute focus تنفع يعني الفكرة added bonus damage اللي فيها مرة ممتاز بس لازم تخلي health attack دايما اعلى من 70 في المجد ايش يقول لي الكلام هذا يقول لي انه والله تنفع اكثر شيء على champions اللي اتمدو على poke اللي يوقف مرة بعيد اللي ما يدخل في team fight ممكن زارث برضو في الحالة هذي كويس طبعا ممكن نيدلي مع انه ممكن ما نحتاج نيدلي اي بي لما كانت مد اكثر مما كانت جنقل مع انه انا افضل سليرتي عليها في الحالة هذي وحتى زارة تفضل عليه سليرتي عشان ما عنده موفمان سبيد فالموفمان سبيد تساعد ان يتحرك مشكلة انها تضارب مع سليرتي مرة كثير فما في champions مرة كثير يستفيدوا منها حاليا اكثر مما يستفيدوا من سليرتي الا البوك champions كمية الدامج اللي جي منها مرة كبير ما حاخفي بس انت حركتك كويس positioning حقك كويس ما تخاف تنكفش بابسلوت فوكس كويس انت positioning حقك مش كويس تخاف سليرتي is in this context طبعا زي ما انتم شايفين انا دايما افضل سليرتي بعد كده عندنا عندنا وعندنا وعندنا scourge هذه لو انضربت شخص بابلتي هيجي عليه زي الضط تصوير الدامج والدامج حقها مرة كبير من 30 ل60 بونس magic damage boost on level 20 ثانية cdr اتخيل عندك هامانيري وعندك scourge مع بعض هذا يسوي 20 damage في اول level level 1 انت بس اخترت q ضربت واحد بq لو انت زيكس جاك 20 دامج من هادي والدامج حق الq و30 دامج منها يعني زي الدامج حق الq دبل عشان كده ده حين تنفجع واحد اضربك ضربة تلاقي هلتك راح الربع لانه الاثنين هادول دامج حقهم مو طبيعي مع بعض ريلي مو طبيعي خربان عشان كده سامونيري بحين بينقص الدامج حقها والscorge طبعا اذا انت من الحامبينز اللي يتمد على الاركين كومت الدامج حقك اكثر بيكون 30 و30 لو انت عشان كده شفتنا لما لعبنا جن مثلا لعبت بالبلد هذا اللي هو جن سامونيري وسكورتش السابورتز كارما يو الله على الدامج اللي تسوي كارما تاخد خد مانترا كيو سامونيري وسكورتش حتكشع نص هلث من يا عدم طبعا لكس وزاراث وزيقز وكل الشامبينز اللي اللي يطلبوا من بعيد سكورتش عليهم مو طبيعي ما تفكر اصلا تاخد الا سكورتش من دحين بقولك بالذات اذا انت تشامبين انت بتخلص الجيم بسرعة الearly game حقك تبغي ينفجر لانه انت ما انت late game champion اذا انت early game champion او mid game champion هدول الاثنين ابتاع بعد كده عندنا الwater walking gain 25 movement speed and adaptive bonus for up to 18 attack damage and 30 ability power when you are in the river لما تكون في الriver يجيك 25 movement speed زيادة plus يجيك يا attack damage يا ability power على حسب الحقك الwater walking حاليا سيئة جدا من ناحية ال stats ال stats اللي تعطيك اياها مرة قليلة وما تفيد ما يستفيد منها من احسن ما يكون الا كذا champion هي كريم طبعا يعني هي كريم خد عليه تبغى تضحك خد وخد واتر ووكين وعطيله اللي تديله شي اسمها طبعا تاخدها secondary مو اساسية تاخدها صفحة ثانية خد عليه واتر ووكين يعني هي كريم تديله اه شي اسمها predator من ال domination اللي هو ال keystone وال secondary تراخد له sorcery salarity وwater walking وروح وروح غمض آيانك كده واضرب اي واحد بالإي حقتك حيتفجر اكشلي يعني المفروض water walking و salarity ينفعوا مو بس الجنجلرز ينفعوا حتى الناس اللي هم مدئ بو يسووا رومز الناس اللي تبو تنزل رومز كتير كاترينا اكالي اه حتى زد حتى تالن المفروض تنفعهم مرة كويسة لانه اصلا 3-4 شغلهم في الجيم اللي هو الحركة الكثيرة بس ال stats اللي تطيها ال water walking مرة قليلة و اظن 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 حيدو لها شوية بوف بسيط عشان يحسنوها ولا يسووا نارف لحاجات كل الحالات water walking حاليا فقط لل champions اللي هم يسووا رومز كتير ولا يجنقلوا كثير من ال river بعد كده عندنا gathering storm وال gathering storm هادي يعني اهو طريقة شغلها every 10 minutes gain AP and AD كل 10 دقائق جيب AP و AD يعني ما تشتغل لبعد 10 دقائق مش level 10 بعد 10 دقائق هذا معناه انه الدقيقة العاشرة في الجيم هيشر عندك 8 AP و 5 AD وهذا مرة كويس بس احسن احسن stat تاخدو بالنسبة للجيم يعني بزات هذا الجيم شايفين الجيمس حقتنا ده حين ال average حقها ما بين 20-30 دقائق حتى ما توصل لـ 30 دقائق ما حتوصل للخطة الثالث ابدا تقريبا ضحين في الباتش هذا يمكن مع الوقت ال average حق ال game يزيد لـ 35 فيستيبتوصل في كل الحالات اذا انتو بتلعبوا composition late game وعارف انو ال game حيطول الناس اللي قدامك late game into late game gathering storm دايما افضل في كل الحالات من اي scorch طبعا اذا كانت champion حقك early game scorch افضل اذا كان champion حقك late game gathering storm فانت water walking حاليا قلنا لك مرة نيتش ما ياخدوها الناس مرة قليلين ال scotch تاخدها اذا كان early game ال gathering storm تاخدها واذا انت late game وما هتشتغل الا بعد 10 دقائق بعد 20 دقيقة يجي لك 24 AP و 14 AD مرة كتير مرة كتير زي كأنها زمان 5 quintesis 24 AP 4 ونص 5 quintesis تقريبا 14 AD نفس الطريقة طبعا لو ست level 30 يعني دقيقة 30 انت مرة كمية الدامج اللي تاخده منها مؤادمي وال stats اللي حتعوضك مرة كتير فكل ما طول الجيم كل ما زاد ولاحظوا انه ETC يعني دقيقة 70 برضو دقيقة 80 طبعا دقيقة 70 80 انا مادري فايتي لو بتلعب وانتو صراحة يعني بس في كل الحالات gathering storm افضل في الحالات اللي قلنا عليها فعامة احسن build ممكن تاخده هذا احنا نسينا نتكلم انه دايما السوسري تعطيك 15 attack damage و 25 ability power طبعا ايش ما تاخد في السكندري و ليش تاخد 15 attack damage و 25 ability اكتر من ال domination اللي هي 11 damage اظن و 18 ability power لانه زي ما قلت لكم الشجرتين تتضارب مع بعض الدامج في الرونز حقة ال domination اكثر عشان كده قام مزودوا ال stats في ال passive حق السوسري اوكي فعامة سوسري ك passive stats اعلى passive stats بعد ال inspiration طبعا هتلاقيها في السوسري بعدين ال domination بس اعلى دامج في الرونز هتلاقي ال domination فعامة احسن build انا اشوف اذا انت كده تبتغمض عينك ما تتعرف اش تسوي ولا تريد تختار الرونز تروح على triumf مثلا كوب تقريبا ينفع على champions مرة كثير طبعا اذا اذا ادو لأي احد ما ياري في لعب ال game اوكي ضحين بعد شوية يمكن يروح عركين comment احسن يعني بعد الباتش الجاي بس عامة هذا ال build الاوبتمال خلينا من هذا مبدئيا ما نبقى شي هنا طيب نبقى نشوف فزي ما قلنا يا شباب اذا انت كده سمر يا السري انو الستاتس اللي تغطيك اياها السوسري تبديك 15 damage 25 ability power من بداية ما تاخدها تريفة في السكندري حقتك لا تلتاخدها اذا انت support بوك دونا سراك كارما اي الاشكال هذي اللي عندك heals وعندك damage وعندك shields طبعا حتى انا بقى اقول جانا كمانا جانا مرة كويسة بيها تاخد سامون ايري اذا انت من ال champions اللي بو يسو damage اللي بو يسو ودامج وعندهم slow stun lux zareth عشان اركين كمان تحسن لك اذا انت من ال champions اللي يبغى movement speed rush بعد ما يسو حقته عشان يتحرك ولا عشان يهي reposition ولا عشان يطلع زي 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 ما قلنا بعض زي ناسوس وزي اه whoever phase rush يحسن لك عشان تاخد لا تنسى انه هذي ما تشتغل الا اللي تجيب تلاتة او تلاتة مختلفة مش نفس اه اركين تنفع وتشتغل بس بال تشتغل بال 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 ناخد لو انت وقدامك واحد وتبغى تقلل الدامج حقه اه لو انت عندك مش مشاكل في المانا تاخدها الاساس والله كل ستين تانية تسوي ترجع لك المانا بلاش اذا انت من اللي يسوي سبام للالتي حقته مرة كويسة لا ننسى انه قلنا زي ما قلنا اذا كان زي كاسد مثلا تعتمد ب لانه ايش حيصير حتصير حقتك كل ثانية ونص تسوي كل ثانية ونص يعني اذا كنت كاسد ايش اختار اذا كنت كاسد طبعا افضل شي اسوي هذا ناخد ما فيها كلام وناخد سليرتي انت عارف ايش حيصير على كاسد لما اختار مع ultimate hat ultimate hat معناها ultimate حقته كل ثانية ونص يشغلها طبعا في let gain وبعد كل take down assist ولا قتلى الابلتيز ببلاش خمسة ثواني الت قتلت واحد الابلتيز كلها ببلاش تسوي qwlt ببلاش من دون مانا مو لازم يكون عندك مانا طبعا لو عندك كوب دي جريس كل ما تسوي take down تاخد health back ultimate hat presence of mind مرة كويسين على champions اللي يتم دعو على الت حقته مرة كويسين عشان كده كاسدين خربان دي حين كاسدين تسوي ultimate بعدين مانا ببلاش ultimate مانا ببلاش ultimate مانا ببلاش ultimate مانا ببلاش وهكذا نرجع زي ما قلنا salarity علي افضل حاجة في الستة هنا transcendence لا تاخد الا champions اللي هما يستفيدوا من الpassive اللي مش ال 10% cdr اللي هي من الpassive انه كل مزاد cdr يزيد الدامج فيمكن تنفع على اللي ياخدوا فيها cdr كتير اكثر من اي احد غير ولا تنسى انه ما ينفع تاخدها نهائيا على اي support او على بطلين لانه ما تشتغل بعد لفل 10 مش بعد 10 دقائق بعد 10 ولتما ما هتوصل الى الان دقيقة 18 او 15 او 20 تنفع الكل حاليا زي ما قلنا والاداب تنفع الكل اكثر شي تنفع عليه من بعيد اضرب من دون ما الهلث حقهم بعد كده عندنا اي 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 اكثر من اي تنفع عليه اي 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 مرة كويسة عليك سكورتش مع سامانيري لانه كمية الدامج اللي حتسويه في بداية القيم مرة مهول دايما في البطن انفجع لما ايجيني سونا ولا ايجيني لولو تسوي لي واحدة كيو وتشلي 3-4 healthy او ربع healthy من بداية القيم تطلعك من القيم فلا لازم تنتبع منها لا تنسو يا شباب انه عشان تري هذي صاروا سوي دامج اكثر من في بداية القيم بعد كده عندنا زي ما قلنا حاليا نستاذ حقها من رواطف ما تنفع ما تنفع ما تنفع الا في حالات محددة على محددين زي او اذا انت تحرق مرة كثير تستفيد من حقتها مش بطالة بعد كده اذا بتلعب على ولا وما تستفيد من لاحظ كلمة ما تستفيد من أفضل شي ممكن تسوي على حقك وبكده البلد هذا عامة عامة طبعا اذا في اي احد صاحبك ما يعرف القيم ولا هذا اعطيله البلد هذا البلد هذا حي خارج سواء سامن ايري ولا سواء اركن كومنت اللي هي في اللغة الواصلة تطول فما حيفرق ايش يصير علي وكده خلصنا السوسري لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت اذا ما شفتوها اني كان هي وان شاء الله الفيديو هنا الباقي او اذا الله حيان نسوي الفيديو هنا الباقي حق ال و ال في القريب العاجل الله يعطيكم الصحة والعافية اشكورين ما قصرتو لا تنسوا انو نسوي بث يومي في تويتش في يوتيوب واذا عجبك الفيديو سوي سبسكريب وفولو وميك شور يشير يا اي رأي عائل اكبر الله اعطيكم الصحة والعافية ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة